ما تقولي واخدني ورايح فينا على جرح جديد والتنهيد واللي على الفرح مؤاد على البيت الله، مالفيني الحراسة اللي معاك الحراسة ترفعك يا زفون كمي؟ من ستاكم شعب أرساك نرى موضيتش يا صحيك قلت عندك شور كتير النهاردة تسيبك تسريح اه انا فاكرك زابط جمال الجبال بتاع الكنيسة الله ينور علي الكنيسة وغيرها وغيرها مانا ملف تقيل بس مش هتل من ملفك زادون اتجدت الورقة دمني الله ما توباش غبي بقى انت اللي قتلت المهدي واقتلك ورانه اه اه ليه ليه يا جمال اديني سبب واحدة خليك تعيش عشانه انا استلمتها كده اللي انت عرفته ده طول الوقت بيحصل اللي قبل يعملوه ولا هيجوا بعد برده هيعملوه بكل بساطة كده بتدفنوا السم والمرض للناس تحت الوردة ما تكفكوش ان انتو سردوا منهم النهاردة عايزين تسرقوا منهم بكرة كمان وانت بقى المحمد تعالناس الناس مالها يا جمال مال مال مين مال مين يا زادون مال السلطة البلد احنا في دولة لازم لها انظام واستقرار اوامر تتمنع واخبار تتحجد وانت بتقدرش تعمل حاجة غير انها تتنفز وانت ساكت سياسة لو حصل اي غلط محدش يستيلي لان محدش واخد بالو النيسان اصلي ولو حد سأل مش مستنى يسمع الكبات لانه دول الوقت بيسمع كده من كتر من الناس زئة اللي مكببوكو حاسوا ان خلاص مفيش صدق مفيش حقه نسي يعني عدل ربنا يا زادون لو هتتكلم عن العدل لا تلبسنيش الموضوع لوحدي مالش انت اللي جيت لوحدك تحترجل اي يا جمال فهم احنا مش هويتين زي ما انت فاهم احنا مني قادمين زيكم وموس عد دمرنا برضه بيتقدى بس احنا ما نقدرش لازم ناخد قرارات حاسمة وفي اقل وقت مال حسابني مال حساب الناس الله يخرب بيت الناس يعني انت فاكر لو قتلتين دلوقتي الناس اللي انت بتتكلم عنهم دل هيعيشوا في جنة لا يا جمال هيشوف خراب ودمار وفوضى معنش بس برضه نحاول نعدلها زادون جمال استنى يا جمال اااه ا lacked فكم ا اهفر ايه اعفر ايش عارفة استفادية من كل ده حاجة واحدة عايزة عارفها منك الجهازة السر اللي أنا بتشغال فيه ليه وازل؟ يا جمالي فاهم النفايات دي ارباحة مهولة الارباح دي بتوزع بالسم كل يوم الليستة بتكبر أسماء بتزيد والأرباح بتزيد وبردو العيوم بتزيد كان لازم يبقى فيه جهازة علشان يحمينا الجهاز اتعمل في الأول علشان انحماية بس وبعد كده اتطور زي ما كل حاجة بتتطور أي أمر بيتطلب تدخلك الرسمي كنا بنلجأ لكو حضرة الزابط ومشت الحكاية على كده وبالعمر واقع أبوحف جمال بلاش تعمل اللي بتفكر فيه طب تديني حق الأول حقك هو انت لسه لك حق أه قدم من الورق اللي بعدة كله للنيابة وهم يحكموني القانون في بلدنا بيجي عند النزاك وكل حاجة طوفة تطلعه الميزان فجأة بالطب والظلم بعين العدالة والعدالة العام هي اللي بتفتح المظلوم دي حقه والظلم يطلع براءه طب حاكمني انت أنا موصل فيك أنا قلتلك كل حاجة هو ما أنا حاكمت يا خلاص أنا أصدرت حكم عليك حكم واجب النفاذ لا في نقط ولا في استناف حكم بالإعدام الزتون جمال أنا حاكمت الملد دي تلاتين سالة اشتركوا في القناة سيحالي غصيمك النبي سيب المدعو اللي في دك ده واشرب كوبادي الشيطرة وقدمه مش عايش شاي أنا أشرب اللي أنا عايزه وأعمل اللي عايزه خش جواه أنت إلا أعجبك فينا ها إلا خليك تزلي نفسك ماي طلعي برا طلعي برا ليه ليه يا سيال مش عايز يشوف وجهك هنا في البيت طلعي برا حرم عليك نسيت الدنيا كلها عشانك عليك تخوير ليه ليه بتفرط فيا بالسهل ده أنا شريك حرم عليك اه 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 فيه انت عايي ميري ايوه أنا عالي الميري اتوب سيبيلي انا حمش الواحد يسيبني تبيلي حمش الواحد تمام يا جميل اه بابو خلص كل الاجراءات احنا هنتحرك دلوقت على طول بس برده مش عايز تقول انت فين حاضر خلي بالك من نفسك مع السلامة ان شاء الله يا استاذة ولا انت بزقتيش من اعدائنا لا يا بابو كفاية قوي كده الله بتحدي اجيبلي الكورسي لحد العربية تحت اه لا يا بابو انا عايزة بشتيني طيب عارب عليك واحدة واحدة انا كنت بس عايزة رياحك تريحني لو تقولي جمال فين جمال ماينفعش يبقى مأميني امانة واخونه فيها امانة هو محضرلك مفاجأة وبيزبطها دلوقتي ولازم تشوفيها بعنيك مفاجأة 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 that især يلا يا حروس المستارنينيكية هريس امامااااااااااااااااآو اعودة اشتركوا في القناة